السلام عليكم يا ثالث كيفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله اليوم رح نبدأ بالقراءة التفسيرية لدرس الغذاء المتوازن اليوم هو الاربعاء 31-3-2021 ميلادي ياريت نكتب اليوم والتاريخ عراسل صفحة يا ثالث رح نبدأ بقراءة الدرس وتفسير الكلمات والمعاني الموجودة فيه مع تحليل الفقرة الاولى يا ثالث الغذاء المتوازن نستمع لقراءة المس يا ثالث ونتبع محا كلمة بكلمة حتى نتمكن من قراءة الدرس بشكل جيد الغذاء المتوازن جلست الاسرة تتناول طعام الغداء لاحظت الام ان سلمة لا تأكل الا البطاطا سألت الام ابنتها عن السبب قالت سلمة انني احب البطاطا يا امي قالت الام ان الجسم يحتاج الى عناصر غذائية كثيرة وكل نوع من الطعام له فوائده قال الاب علينا ان نحرص على تناول الغذاء المتوازن سألت سلمة وما الغذاء المتوازن يا ابي اجاب الاب الغذاء المتوازن يحتوي على المواد التي تبني الجسم وتمده بالطاقة اللازمة وتحميه من الامراض قالت الام الطعام المتنوع ضروري لصحة الجسم ردت سلمة سوف احرص على تناول غذاء صحي ومفيد الآن يا ثالث ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم ما عنوان درسنا لهذا اليوم الغذاء المتوازن حكينا ما معنى كلمة المتوازن المتنوع الغذاء المتوازن المتنوع عن ماذا يتكلم النص بشكل عام القصة الموجودة معنا او النص الموجود معنا عن ماذا يتحدث يتحدث عن ضرورة ان نحرص على تناول الغذاء المتوازن الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية حتى ننمو ويمد جسمنا بالطاقة ويحمينا من الامراض إذن يا ثالث من الضروري تناول الغذاء المتوازن في الوجبات الثلاث التي نتناولها وجبة الافطار والغداء والعشاء وأن لا نركز على نوع واحد من الأكل أو من الطعام ونبتعد عن الأكل الغير صحي المأكلات السريعة الآن يا ثالث في عنا ثلاث شخصيات موجودة في النص الشخصية الأولى كانت الأم الشخصية الثانية الأب الشخصية الثالثة هي سلمة ودار حوار بينهم حول الطعام المتوازن معنى الغذاء المتوازن على ماذا يحتوي ما فوائده الآن نقرأ فقرة فقرة ونتعرف على المعاني الرئيسي الموجودة فيها جلست الأسرة تتناول طعام الغداء حكينا أول إشي الغذاء معناها الطعام المتوازن المتنوع الآن كلمة جلست ما عكس كلمة جلست ما ضدها يا ثالث أحسنتم جلست عكسها وقفت جلست الأسرة تتناول طعام الغداء ما هي الوجبة التي جلست الأسرة لتناولها طعام الغداء لاحظت الأم أن سلمة لا تأكل إلا البطاطا لماذا يا ثالث سلمة لا تأكل إلا البطاطا سألت الأم ابنتها عن السبب فقالت سلمة إيش إنني أحب البطاطا إذن لماذا لا تأكل إلا البطاطا لأنها تحب البطاطا قالت الأم إن الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية كثيرة قبل ما نكمل يا ثالث ما عكس كلمة أحب أحسنتم أكره أنا أحب البطاطا أنا أكره مثلا البندورة إذن عكس أحب أكره قالت الأم إن الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية كثيرة وكل نوع من الطعام له فوائده الآن ما معنى كلمة نوع كل نوع من الطعام يعني كل صنف من الطعام له فوائده قال الأب علينا أن نحرص على تناول الغذاء المتوازن يعني الأم والأب ما عجبهم تصرف سلمة إنها ركزت على البطاطا فقط ولم تأكل إلا البطاطا لأنهم يشجعون الغذاء المتوازن شجعوها ونصحوها أن تتناول الغذاء المتوازن يجب أن تنوع بالطعام تأكل من جميع العناصر الغذائية حتى تنمو وتكبر سألت سلمة وما الغذاء المتوازن يا أبي لاحظ يا ثالث عندي هون قالت الأم قال الأب سألت سلمة لاحظ النقطتان الرأسيتان علامات الترقيم وراء قال أو قالت بحط نقطتين رأسيتين سألت سلمة كمان وراء السؤال أو الاستفسار سأل أجاب رد هاي الكلمات بيجي وراها نقطتان رأسيتان بنا ننتبه يا ثالث الآن وما الغذاء المتوازن يا أبي هاي جملة استفهامية أجاب الأب الغذاء المتوازن يحتوي يعني يشتمل على المواد التي تبني الجسم وتمده بالطاقة اللازمة وتحميه من الأمراض تمده يعني تزوده قالت الأم الطعام المتنوع ضروريا ضروريا يعني مهم لصحة الجسم ردت سلمة لاحظ وراء ردت كمان نقطتان رأسيتان إذن قالت سألت أجابت ردت بنحط دائما وراهم نقطتان رأسيتان سوف أحرص على تناول غذاء صحي ومفيد إذن سلمة استجابت لنصيحة الماما والبابا لنصيحة الأم والأب ووعدتهم أن تحرص على تناول غذاء صحي ومفيد الآن يا ثالث رح ننتقل لأسئلة الفهم والاستيعاب وللمعاني أنا ما كتبت المعاني هون لأنها مكتوبة عندكم بالدوسية تفتح يا أمي على دوسيتك على الفهم والاستيعاب لدرس الغذاء المتوازن صفحة رقم تسعة قبل أن نبدأ بتحليل الدرس قواعديا رح نأخذ الفكرة الرئيسية معاني الكلمات وأضداد الكلمات يعني عكس الكلمات ورح نأخذ الأسئلة الموجودة ونجاوبها نتبع مع المس أول شغلية ثالث بدك تكتب اليوم والتاريخ عراس الصفحة اليوم هو الأربعة واحد وثلاثين ثلاث الفين وواحد وعشرين ميلادي الآن الفكرة الرئيسية الموجودة بدرس الغذاء المتوازن علينا أن نحرص على تناول غذاء متنوع ومفيد لنحافظ على قوة وصحة أجسادنا يعني عن ماذا يتكلم الدرس؟ كان يتكلم على أن نحرص على تناول غذاء متنوع ومفيد لنحافظ على قوة وصحة أجسادنا الآن معاني الكلمات هيا ثالث حفظ يحتوي معنها يشتمل يمد يزود يمد الجسم بالطاقة يعني يزودنا بالطاقة نوع يجب أن نتناول جميع أنواع الطعام شو معنى كلمة نوع أو أنواع؟ نوع معنها صنف ضروري مهم ضروري يعني مهم الضاد الكلمات يعني عكس الكلمات الكلمة وعكسها لما أحكي لك أبيض عكسها أسود طب جلس ما ضدها وقف أحب أكره فوائد مضار تبني تهدم عكس كلمة تبني تهدم الآن بعد قراءة درس طبعا هون يمامهات خطأ بالطباعة بتشطبها وتكتب الغذاء المتوازن الغذاء المتوازن بعد قراءتك لدرس الغذاء المتوازن أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول ما الوجبة التي تناولتها الأسرة؟ أحسنتم جاوبناها بأسئلة الاستماع وجبة الغداء ما هي الوجبة التي تناولتها الأسرة؟ وجبة الغداء طيب ماذا لاحظت الأم على ابنتها؟ ماذا لاحظت الأم على سلمة؟ لاحظت الأم أن سلمة لا تأكل إلا إلا إيش يا ثالث؟ لا تأكل إلا البطاطا إذن ماذا لاحظت الأم على ابنتها على سلمة؟ لاحظت الأم أن سلمة لا تأكل إلا البطاطا طيب لماذا تأكل سلمة البطاطا فقط؟ لماذا يا ثالث حكينا تأكل سلمة البطاطا فقط؟ لأنها تحبها حكت أنا أحب البطاطا لأنها تحبها ما هو الغذاء المتوازن؟ آية ثالث نرجع للدرس موجود عندنا بالدرس لما سألت ما هو الغذاء المتوازن؟ حكى أبوها يحتوي على المواد التي تبني الجسم وتمده بالطاقة اللازمة وتحميه من الأمراض إذن هو الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية هو الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية هو الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة وتحميه من الأمراض بماذا وعدت سلمة عائلتها؟ آية ثالث ماذا وعدت سلمة عائلتها؟ الوعد كان بآخر الدرس سوف أحرصه على تناول غذاء صحي ومفيد إذن بأن وعدتهم وعدتهم يعني عائلتها وعدتها أن تحرصه على تناول غذاء صحي ومفيد الآن يا أمي مطلوب منك تحل هاي الأسئلة أكتب شخصيات درس الغذاء المتوازن يا بطل قبل شوي ذكرناهم ما هي الشخصيات الموجودة معنا بالناص؟ حكينا الأم الأب والبنت كان اسمها سلمة هاي إجابات الأسئلة يا ثالث ضروري تحلهم وتحفظ المعاني وأضاد الكلمات الآن نيجي على التدريب الإثرائي كون هالتدريب إضافي بيجي زي اللعبة جميل جدا بيحرك مخك شوي يلا كون كلمات ثلاثية ثلاثية يعني بتتكون من ثلاث أحرف ورباعية أو يعني يا أما ثلاثية يا أما رباعية من الحروف الآتية في عندك حرف الإك إس إر إي إج إب الكاف السين الراء الياء الجيم الباء الآن مطلوب منك تكون كلمات يا أما من ثلاث أحرف ثلاثية أو رباعية طيب رح أساعدكو أنا بثلاث كلمات وأنتو تكونوا الباقي شو رأيكو؟ نطلع على الكاف والسين والراء والياء طيب أنا بدي أفكر بكلمة أولها بحرف الباع إبو إر و إج إيش بتصير؟ برج برج هاي أول كلمة أنا فكرت فيها هاي كلمة ثلاثية الحرف باع وإر و إج هاي ثلاث أحرف كلمة ثلاثية طيب كمان في حرف الإس والإك والإر سكر صح؟ سكر سكر اللي بنحطه على الشاي والحليب صح؟ إذن هاي كلمة سكر كمان كلمة قوني من ثلاث أحرف طيب كمان يلا خليني أفكر بنطلع عليهم وبنفكر حكينا برج سكر بإمكانك تحكي جبر جبر اسم شخص كلمة كر سي يلا هاي أنا شكلت كلمة رباعية كر سي عندنا حرف الكاف حرف الرا حرف السين حرف الياء هاي أنا شا ساعدتكم بثلاث كلمات بتقدروا تشكلوا يا ماما كلمات كثير من هاي الأحرف يلا بدي أشوف الأبطال اللي يفكروا كم كلمة كم كلمة قدروا يطلعوا غير الكلمات اللي كتبتهم أنا ماشي يا ثالث رح أتابع حلكم صوروا وبعثوا لي يا بخط جميل بدي أشوف خطك جميل يا ثالث الآن أنا بحط علامات على الخط اللي بيكون خطه مرتب وجميل كله مكتوب عندي أيضا بتحل هذا التدريب وبتصوره بتبعث لي ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر